السلام عليكم طلب قسم التمريض المرحلة الثانية مادة التغذية والمعالجة الغذائية المحاضرة رقم واحد موضوع المحاضرة التغذية الصحية أهمية الغذاء المتوازن كيفية استخدام الجسم للغذاء علم التغذية هو من العلوم الحديثة نسبياً يهتم بدراسة طبيعة الأغذية المختلفة العناصر الغذائية الموجودة فيها واحتياج الجسم لها كذلك عمليات الهدم والبناء وتخزينها وإخراجها وقد تطور هذا العلم من علم الكيمياء الحيوية ووظائف الأعضاء أريد نعرف طلاب إحنا العلاقة بين الغذاء والمغذيات للغذاء أدوار مختلفة بالنسبة للفارد فهو يشكل أهمية نفسية واجتماعية وإشباعية تحتبر بمثابة المحددات لكمية ونوعية الطعام المستهلك أكثر من الاعتبارات التغذوية بالرغم من أهمية هذه الأدوار للغذاء إلا أن دوره الأساسي يتمثل بمن بتغذية الجسم وإذا لم يتم اختيار الغذاء المناسب فأن الجسم سوف يكون عرضة للعوز في عنصر أساسي أو أكثر وقد تم تعريف المغذي الأساسي ما يسمى بالإزيشيال نيوتريشن بأنه العنصر الذي يجب تزويد الجسم به عن طريق الغذاء لأن الجسم لا يستطيع تصنيعه بالمعدل الكافي الذي يقابل احتياجاته له ويمكن اختصار وظائف المغذيات الأساسية في الجسم بالتالي أولا تزويد الجسم بالطاقة اثنين المساعدة في نمو وترميم أنسجة الجسم ثلاثة تنظيم عمليات الجسم هذه المغذيات راح تقسم اعتمادا على الوظائف السابقة راح تقسم إلى ست مجموعات اللي هما الكاربوهايدرات والدهون والبروتينات والأملاح المعدنية والفايتامينز ومن ثم الماء واضح طلاب حسي حاليا نريد نعرف احنا تركيب الجسم قبل نروح إلى وظائف الغذاء نريد نروح نعرف تركيب الجسم يحوي جسم الإنسان على مجموعات العناصر الغذائية التي اشرنا إليها اللي هي الماء والفايتامينز والأملاح المعدنية والبروتينات هاي العناصر الغذائية راح يكون بالإنسان تدخل تركيب الإنسان موجودة بداخله راح نريد نعرف احنا النسبة المقاوية لهذه العناصر على سبيل المثال للإنسان البالغ فرضا عندنا إنسان بالغ يبلغ وزنه 65 كيلوغرام ريد نعرف هاي النسبة المقاوية من هاي العناصر جد أولا عندنا الماء راح يكون هو 40 كيلوغرام النسبة المقاوية مالتها 61.60% البروتين راح يكون الدعش يعني 17% الدهون هو 9 كيلوغرام بمعنى 13.8% النسبة المقاوية ماتة كاربوهايدرات راح يكون 1 يعني 1.5% والأملاح المعدنية 4 باحتبارها النسبة المقاوية راح تكون 6.1 واضح طلاب؟ طبعا هاي النسبة المقاوية راح تختلف بالنسبة للشخص السليم مثلا عندنا اثنين أشخاص بالغين اثنيناتهم وزنهم 65 لكن راح نشوف احنا تحتمد هذا الوزن راح يحتمد على الحالة الصحية للأشخاص اذا كان مريض راح تختلف النسبة الحالة الفيسيولوجية بعد عندنا اختلاف بالسن وكذلك اختلاف بالجسم والحالة المرضية نأتي الآن لإمداد الجسم يعني تناول الطعام لإمداد الجسم بالمواد تساعد على النمو واصلاح الأنسجة التالفة لتقوية وتزويد المناعة لأن المناعة نعرف انه هو الجهاز الدفاعي جسم الإنسان هو المناعة دعم النمو قلنا وتعويض ايضا اكو نقطة تعويض الفاقد الفاقد تعويض اخش شو يقصد بها يقصد انه العناصر المعدنية والفوتامينات وهذه كلها الجسم الإنسان يستهلكها بيش حالة يحتاج الى تعويض باعتبار انه احنا ذكرنا اول بالمحاضرة بدايتها قلنا انه احنا هاي العناصر الغذائية هو الجسم ما يصنحها فلذلك يجب ان تكون متوفرة بالغذاء المتناول واضح هناك بعض المصطلحات المهمة بعلم التغذية نريد نعرف احنا ماذا يقصد بالغذاء المتوازن التغذية المتوازنة هو الغذاء يحوى على كل العناصر الغذائية الضرورية وبشكل متطابق مع احتياجات الجسم واضح؟ نقطة اثنين العناصر الغذائية ذكرناهم سابقا هي الكاربوهايدرات الدهون البروتينات الفيتاميز والعناصر المعدنية والماء النقطة الثالثة عندنا سوء التغذية ماذا يقصد بسوء التغذية؟ مصطلح يصف ما يحدث من اعتلال وتدهور بصحة الانسان نتيجة تناول اغذية غير متوازنة يعني عبارة عن نقص كبير يحدث للكائن الحي عندما يفشل في الحصول على الحدود الدنيا من الغذاء او العناصر الغذائية الاساسية ونتيجة زيادة تناول بعض العناصر الغذائية اكثر من الحاجة وهذه تفاصيل او توضيح لبعض الامراض التي يسببها سوء التغذية بالبلدان المتطورة والبلدان غير المتطورة هنا عندنا بعض الامراض بالبلدان غير المتطورة مثل عندنا العشو الليلي الانيمية ده ضخم الغذاء الدراقية انه ينتج عن نقص اليود عندنا الامراض بالبلدان المتطورة السمنة تصل بالشرايين ضغط الدم ده السكر واضح؟ هاي سوء التغذية راح تنقسم الى الانديرن يوترايشن واي افور انيوترايشن بالسعرات الحرارية المتناولة واحد اكثر من العناصر الغذائية ما يتسبب بوجود ايضا مشاكل صحية الغذاء غير الصحي ايضا مصطلح الغذاء غير الصحي او ما يسمى بمنخفض القيمة الغذائية مصطلح يطلق على الاطعمة منخفضة القيمة الغذائية او غير المتوازنة يعني تشكل ضررا على الصحة يعني مثلا على سبيل المثال اكو اغذية حاوية على نسبة عالية من الدهون المشبعة او الملح او السكر واضح نأتي الآن الى العناصر الغذائية الرئيسية العناصر الغذائية الرئيسية تقسم او تصنف العناصر الغذائية الى تقسم حسب الوظيفة وتقسم حسب كونها مواد عضوية حسب الوظيفة راح يكون الى نقطة الوظيفة تجهز الجسم بالطاقة مثلا واحد غرام من كربوهايدرات راح تعطي اربع سعرات حرارية واحد غرام من البروتينات تعطي اربع سعر حرارية واحد غرام من الدهون تعطي تسعة سعر حرارية نقطة ثانية نقطة ثانية تنظم وتسيطر على المواد اذن المعادن الفيتامينات بناء واصلاح الانسجة نقطة ثاثة بناء واصلاح الانسجة يتضمن البروتينات الدهون والمعادن مثل الخارسين والحديد تقسم او تصنف حسب كونها مواد عضوية مثل منو مواد عضوية مثل كربوهايدرات والبروتينات والدهون والفيتاميين مواد غير عضوية مثل الماء والمعادن تقسم حسب المتطلبات او الاحتياجات الماكرو نيوتريشن هي العناصر الغذائية الكبرى هو ماكرو نيوتريشن والمايكرو نيوتريشن عناصر الغذائية الصغرى الماكرو احنا تشمل الكربوهايدرات طبعا الماكرو نيوتريشن هي العناصر الغذائية الصغرى تشمل الكربوهايدرات والجهون والبروتينات والماء وتقوم بتزويد الجسم بالطاقة اللازمة كذلك بناء واصلاح الانسجة الماكرو نيوتريشن تشمل فيتامينات والاملاح المعدنية وتقوم بتنظيم العمليات الحيوية وين في الجسم واضح؟ هنا اكو علاقة بين اجهزة الجسم والتغذية الجهاز الهضمي راح يكون شون تكون علاقته وهي التغذية نعرف ان اول عمليات الهضم تبدأ بالفم يختص الجهاز الهضمي بهضم الطعام تقطيعه طحنه مجب العصارات الهاضمة وتحوى على مختلف الانزيمات ومن ثم بالغدد العابية والمعدة والبنكرياس مرارة وهكذا يتحول بعد ذلك المواد المعقدة الى مواد بسيطة يسهل على الجسم الاستفادة منها الحصول على الطاقة واضح؟ هنا عدنا جدول طبعا كلش مهم هو العضو الانزيم ووظيفته يعني كل عضو بالجسم بالجهاز الهضمي تحديدا الانزيم المفرز من هذا العضو ومن ثم وظيفة هذا الانزيم مهم جدا طلاب عدنا الغدد اللعابية التفرز الاميليز اللعاب وظيفته هضم الكاربوهايدرات تحويلها الاماتوز دكسترينات متعددة الاتسيال البيبسين الرانين لايبيز المعادي هاي كلها هي تفرز عن طريق الاستامك المعدة وظيفتهم كل واحد وظيفته عدنا الاتسيال تحويل بيبسينوجين الى بيبسين وتوفير بيئة ملائمة لعمله البيبسين رح يكون يهضم البروتينات ويحولها الى بابتيدات واحماض امينية يعني يكون هضم مالتها شنو هضم جزئي واضح؟ الرانين يحول الحليب الى خطرة يشبه الصلبة تبقى بالمعدة اللي حين هضمها وتحويل البروتينات التي تحويلها هضمها يعني اللايبيز المعادي رح يكون هضم الدهون المستحلبة ويحولها الى احماض دهنية وكولسترول محدود الاهمية عدنا الكبد رح يفرز العصارة الصفراوية ووظيفتها كذلك مهمة البنكرياسي الامليز البنكرياسي اللايبيز البنكرياسي تربسين كل عضو والانزيم المفرز ووظيفته الامعاء الدغيقة عدنا انزيم المالتيز انزيم السكريز وانزيم اللاكتيز واضح كل انزيم ووظيفته والعضو المفرز منه عدنا العلاقة بينها رح تكون جهاز الدوران اللي هو الجهاز البلوت سيستم وعلاقته بالغذاء عدنا جهاز مختص هو يقوم بنقل الغذاء المهضم والاكسجين من الجهاز التنفسي الى جميع اجزاء الجثة ثم نقل نواتج الايد والتمثيل الغذائي من الخلايا الى اعضاء الاخراج الجهاز اللنفاوي هو يشبه بالجهاز الدموي حيث يكون هو عبارة عن اوعية دموية دقيقة عفوا اوعية لنفاوية دقيقة شبيهة بالاوعية الدموية يسري داخلها هو سائل الليف سائل الشفاف مكون من البلازمة والبروتينات والاسام المضادة ومواد اخرى الجهاز التنفسي هو يكون مختص بتزويد خلايا الجسم بالاكسجين الضروري لانشطتها من اجل تفاعلات الايضية التي تؤدي الى انتاج الطاقة وفي نفس الوقت فان هذه التفاعلات تؤدي الى اطلاق السي او تو هذا السي او تو هو ناتج من عملية الايضا المواد الغذائية واضح الجهاز ان الجهاز البولي وظيفته الرئيسية هي تنظيم الاتزان الحامضي والقاعدة بالبيئة الداخلية لجسم وكذلك المحافظة على ضغط الدم عن طريق ازالة واستعادة كميات من الماء والاملاق بالنسبة الى عندنا علامات التغذية الجيدة يعني شون الشخص يعرف انه تغذيته جيدة يكون هو الطول والوزن الطبيعي وحسب العمر والجنس شون يعني الاختبار تكون راح يلاحظ الشخص دائما يكون عنده سوء تغذية او غذاء امامك من العناصر الغذائية الذكرناهم راح يكون جوه العين راح يكون هالة سوداء فمن علامات التغذية الجيدة لا وجود لحلقة سوداء حول العين النقطة الثلاثة راح تكون شهية جيدة للأكل يعني يكون شهية عنده لتناول الطعام شهية جيدة لتناول الطعام شكرا اشتركوا في القناة